بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودان يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة يوم بنتكلم فيه على كل الناس اللي عايزين يخل حياتهم الزوجية مليانة وسعة ومليانة كمان يسر ومليانة كمان رضا وبركة ونور وإزاي ما كونش كده الحياة الزوجية والله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى احنا عرفنا بشكل واضح أن الحياة الزوجية دي هبة من الله سبحانه وتعالى وفضل ومنا وكرم إذا كانت الحياة الزوجية كلها كده فضل ومنا وكرم من الله سبحانه وتعالى فازاي كل واحد فينا ما يكونش شايف شريك حياته إيه؟ المفروض كل واحد فينا يشوف شريك حياته إيه؟ كل الناس بيتكلموا على أن الجواز اسمه النصيب وهم بيتكلموا على أن الجواز اسمه النصيب بيغيب عنهم حاجة مهمة قوي أن مين اللي قسم الاسم دي؟ ومين اللي جعل النصيب ده؟ الله الله سبحانه وتعالى اللي خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار يعني ربنا الكريم اللي مش هيخلي الناس إذا تجوزوا هيقطع عنهم ولا يمنع عنهم فضله ونظره سبحانه وتعالى وعشان كده من أصول الأساسية في مسألة الجواز أن احنا نعرف آه أن الجواز اسمه نصيب بيش بس يعني ربنا هو اللي وفق ما بينهم لكن كمان ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل النعمة في البيوت وده شيء مهم جدا لازم نفهم النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا آه هي قيمة صحيح قيمة من القيم الزواجية لكنها مهارة كمان احنا عايزين نتكلم عن قيمة مهمة جدا لما نشوف الناس اللي فهموا هذه الآية بهذا المعنى ومن آياته يعني ومن نعميه هيشوفوا بعض ازاي الزوجين يشوفوا بعض ازاي نسأل سؤال هل فينا حد بيشوف زوجته نعمة يعني ما هي مش اسمها نعمة لكن هي نعمة من عند ربنا هل واحدة بتشوف زوجها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أسلواء أصلا حياتنا كلها مليانة بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنا أعرف حد بيقول لزوجته يا نعمة ربنا علي ومش بقول كده على فكرة عشان هو عايز منها حاجة ولا بيدحك عليها عشان هو عامل مصيبة ولا حاجة ده بيقول بجد هو بيقول كده وهو صادق جدا لأنه فعلا شايفة نعمة من نعم ربنا الناس تقول شوف من وسط كل الناس أنا اخترت ده وهي تقول شوف من وسط كل البنات أنا اخترت دي آه على فكرة اخترت دي لأن فيه فضله وفيه نعمة من ربنا في هذا الاختيار ليه طيب لأنه كان عندنا شوية يقين زمان ومحتاجين نجدده كانوا أهلنا بيقولوا حاجة جميلة جميلة أويت ربنا عليها بيقولوا إيه من حمد ربنا زاده يعني إيه اللي حاصل هم كانوا فهمين كويس قوي 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 قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيد أنكم فكانوا عايشين في ده فكان ممكن حد يقول أشكر ربنا على النعمة لما تبقى موجودة لكن أنا مش شايف مراتي نعمة دي نعمة في إيه فمن ربي من الأول من ربي الشخص من الأول خالص على أنه يشوف نعم ربنا لكن ساعة الجواز بقى بنقول للمقبنة على الزواج بنقول له واحدة واحدة أنت مش داخل مقاولة ولا أنت داخل بيزنس أنت داخل نعمة الجواز ده نعمة آه الفرحة اللي بتكون في قلوبنا عشان نروح نتجوز حقيقة إحنا راحين عشان ندخل على باب واسع من أبواب النعمة يبقى إيه اللي حاصل إزاي ده نقدر نشوفه مين قال إن كل رؤيتنا عن الحياة هي صحيحة من قال إن زوجتك أو زوجك ده عشان يبقى نعمة وتحس إن هو نعمة إنك راضي وإن أنت معاك لازم يبقى بلا عيوب مين قال إن النعمة جاي لك على هواك مين قال إن النعمة مش جاي عشان تندج أندج أندج يعني إيه النعمة موجودة عندنا مش عشان لزتنا وبس ومتعتنا وبس النعمة جاي عشان ترقينا ومن أكتر الأشياء المهمة في الجواز فكرة النضوج يبقى زوجتك نعمة هتشوفها نعمة إذا عرفت إن أنت الجواز مش جاي عشان تتمتع وتتلزز وبس الزواج جاي عشان ترتقي تخيل كده عشان بس إنها فهم دور الزوج والزوجة مع بعض إيه زوجة جات للشخص وهي مختلفة معاه مختلفة في نمط الشخصية معاه وهو مختلف معاه فهي مثلا انتروفيرت يعني شخص بيتشحن من الداخل فبيحب يقعد مع نفسه وما بيحب الشي يبقى عنده صدقات كتيرة بيحب يركز في بيته وهو إكسروفيرت راجل عنده علاقات يحب الاجتماعيات أو العكس ربنا حاطت ده إزاي؟ إزاي أشوف ده نعمة؟ أنا أشوف ده نعمة لما أشوف ربنا بيوسع علي حياتي بشريك حياتي إزاي؟ لما لاقي إن شريك حياتي لو إن هو شخص بيتوتي أشوف بيجذبني إلى مفهوم الأسرة وإن أنا أقوم بواجباتي تجاه أسرتي لإن أنا بنتقل من مرحلة من مرحلة إن أنا شخص منفرد اللي هو بيسموه السنجل إلى مرحلة الشخص المسؤول فربنا لما يجعل زوجتي كده يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى هي قيمة إضافية لي وكذلك هو الحياة مش هتفضل أنا عندي أولادة هيروحوا المدارس فأنا لو فضلت أفل عليهم والأولادة هيجلهم حالة من حالات هشاشة الأعظام الاجتماعية فما يقدروش يعيشوا في المجتمع بيحصل؟ ياه ده أكتر حاجة بتحصل دي الست تفضل تقفل تقفل على أولادها لغاية أولادة ما يقدروش يعملوا أي ما يعندهمش أي مهارات اجتماعية تبقى الحل؟ يبقى ده إضافة لده ولذلك يقول تقول الدراسات كده إن زواج الناس المتنوعين اللي بينهم اختلاف بيكون أكثر بقاء ليه؟ لأن هم لو جاء هم يكربون زي بعض فيهم واحد عايستغنى عن التاني ويحس منه بالملل ويهوره ويدور على حد يمثله قيمة إضافية حد بيسمعه فيقول له أراء مختلفة حد يكون سنده لما يقدم له أطروحات جديدة ويوسع له حياته إذن إحنا مش لازم يكون معنا حد شبهنا ولا لازم إحنا إن بنحب حد أو يكون زوجنا لازم يكون مفهوش عيب لا الناس إحنا مش بنعيش مع بعض إن إحنا ملايكة إحنا بنعيش مع بعض عشان إحنا نقدر نعيش مع بعض بالرضا إيه بقى حكاية الرضا دي بقى تعالوا نشوف مهارة الرضا دي إزاي تجعل الزواج يدوم نسمع الأول حضرة النبي هو بيقول لنا لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضي منها الآخر طيب يعني إيه يا حضرة النبي إن في مهارة أساسية في الجواز اسمها مهارة الرضا عايز أقول لكم حاجة واحفظوا عني ما فيش جواز بيدوم من غير رضا ما فيش جواز بيدوم من غير رضا وكل الناس اللي سمعيني عارفين أنا بقول إيه بيقول يعني إيه ما فيش جواز بيدوم من غير رضا لإن الجواز أصلا مبني على إن الناس جايين من أماكن شتى ويعيشوا مع بعض يعيشوا حياة كاملة بدل يعيشوا مع حياة كاملة الحياة أصلا عشان تستمر محتاجة رضا فلما يعيشه بتفاصيل الحياة هو لازم يبقى فيه توافق ثقافي وتوافق جسدي وتوافق عقلي وتوافق عاطفي فمفيش حد أبدا هيكون بيرفكت هيكون تمام هيكون مثالي في كل ده فعشان الحاجات دي ترتقي لازم يبقى فيه رضا والرضا دي على فكرة زي ما هي قيمة الرضا الزواجي ده زي ما هو قيمة الرضا الزواجي كمان هو إيه مهارة تعالوا أنا اتفقنا على إن احنا هنحاول بقدر الإمكان الحاجات المهمة نشتغل منها على إن هي مهارات يعني إيه مهارات تعالوا نشوف بما إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من الجواز لازم مهارة أساسية فيه مهارة الرضا تعالوا نشوف الرضا ثلاث حروف الريه والضض والألف طب يعني إيه مهارة بقى الرضا ثلاث حاجات ثلاث صفات اللي فيه ثلاث صفات دي يبقى عنده مهارة الرضا الزواجي ايه مهارة الرضا الزواجي اول حاجة الره الره رؤية محاسن شريك الحياة ان انت عشان تكون راضي لازم تشوف محاسن شريك الحياة حضرت النبي اللي قال لنا اذا كاريها منها اخله قرر راضيها منها الاخر فلازم تشوف محاسن شريك الحياة وده تمرين لازم تعمله كل يوم لازم هي تعمله ولازم هو يعمله اذا ما عملناش كده مش هيحصل لنا الرضا نفضل ما بنعملش غير عكس كده وبعد كده إيه اللي حاصل بعد كده نقول إحنا ليه مش راضيين يبقى أول حاجة الرضا شوفوا سيدنا عمر لما جالوا الراجل شوفوا سيدنا عمر سيدنا عمر اللي مش هيسمح لحد ينال من كرمته ولا يدوس عليها ولا يهزقه فالراجل جيه يشتكيله من إن مراته بترفع صوتها عليه جيه عند الباب لا أمراته و رفع صوت زوجة سيدنا عمر رفع صوت رضي الله عنه رفع صوتها عليه فرح ميشي خلاص أنا جايش تكيف إيه فولا حد بيخبط وبعدين ميشي رح يجاري وراء قال له أنت كنت بتخبط كنت عايز إيه فمش هيقدر يكذب على سيدنا عمر قال له والله أنا كنت جايبة اشتكيلك من إن مراتك بترفع الصوت عليك إذا جيت لقيت مراتك بترفع الصوت عليك قال له لأ ما هي إنها تربي ولدي وترفق ثوبي وتراعي بيتي فذكر المحاسن اللي عندها يبقى إيه اللي حاصل يبقى إحنا لازم نفهم إن الراء دي اللي هي رؤية محاسن شريك الحياة مهمة جدا 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 طيب الضاد الضاد هو غض البصر عن مساوي فإحنا لازم نتعود إن إحنا نغض بصرنا عن مساوي شريك الحياة يعني إيه لازم كل ما إحنا نشوف كده لازم نغض البصر عن مساوي شريك الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم للمساء المؤيمن عن السيدة عايشة قالت له والله لا أعلم علي إلا كل خير إلا أنها تنام حتى يأتي الدائج فيأكل خبيزها فحضرت النبي ما كانش عارف ما حضرت النبي كان بيجي رجع على عندكم من طعام ليس عندنا من طعام إذن إني صائم فهو عارف عارف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول إيه يسألوه عن أحب الناس يقول عايشة إيه فرسول الله سأعلمنا إن إحنا نغض البصر عن إيه عن المساوي الألف بقى اللي في الرضا استثمار بقى المحاسن في ناس فهمة إن أنت عشان تبقى راضي خلاص أنت شايف محاسن الشرك الحياة وشايف مساويه وخلاص ومشى الدنيا لا لازم تستسمر محاسن شرك الحياة لما تستسمر محاسن شرك الحياة بأنت راضي الرضا مش معنى سلبي الرضا معنى إيجابي يطور الحياة ويخلينا ننضب الرضا باب من أبواب النضوج الزواجي فاللي راضي في حياته الزوجية بينضج بينضج ليه عارف ان هي حسنة التدبير فيعمل ايه فياخد حسن التدبير ده ويقولها ايه رأيك ما تيجي نجلس جلسة نتكلم فيها عن المستقبل والسعادة فيسمع افكارها فيزداد حبها فيزداد حبها في قلبه هي عارفة ان هو شخص جدع فتقول له طب اعمل ايه يقول لها ملكيش دعوه فيبتدي يكلمها هيعوده جلسة يتكلم فيها على ازاي هو هيقوم بمسنددة اه ده حاجة حلوة قوي لكن لما نيجي نبص نلاقي واحدة مش قادرة تستثمر جدعانة جزها فبيجي له الطرف التالت اللي واقف برا يستثمر ده ويحسسه ان هو محتاج له فيحصل فيحصل محزور او واحد مش شايف ان مراته عندها صفات فبرضو الطرف التالت يحصل يتواصل معه ويحصل محزور يبقى اللي حصل ايه الرضا رؤية محاسن شريك الحياة غض البصر عن مساوي تالت حاجة استثمار ما فيه من المحاسن طب نعمل ده ازاي انا اقول لكم اربع اجراءات ممكن نوصل بيها الى هذا الامر اول حاجة التوقف الدائم عن الانتقاد ممنوع الانتقاد او الاجراء ممنوع الانتقاد خالص اللي عايز يكون راضي عن شريك الحياة يتوقف عن الانتقاد بس انا شايف حاجة وحشة اه فكر فيه الاخطاء بالحلول يعني انت مثلا شايف ان هي مقصرة في ان هي تفاهم اولادها بعض الاشياء اللي محتاجينها في الوقت ده زي انهم يحظروا مثلا انهم يقرنوا ما بين نفسهم ما بين الاخرين في المدرسة او بينهم ما بين الاخرين في بيئات متعددة فتعمل ايه فتتكلم معها تقول لها ايه ايه رأيك احنا في الفترة دي الاولاد بيحتاجوا ان احنا نكلمهم عن الموضوع ده في رأيك ايه احسن طريقة ان احنا نعلموا الموضوع ده فيعمل ايه فيطرح سؤال ماينتقتش يبقى لا للانتقادات اطرحوا اسئلة واطرحوا اسئلة حقية واتكلموا بشكل مفتوح بشكل مفتوح يعني ايه اقبلوا كل الافكار ونقشوها يبقى اول حاجة لا للانتقاد تاني حاجة اذا اردت ان توجه او اردت ان تفتح الباب لتحسين شيء اعمل ايه اطرح سؤال واطرح سؤال حقيقي لان على فكرة ممكن يكون عندها هي وجهة نظر وانت مش ملتفت اليها يبقى اول حاجة لا للانتقاد تاني حاجة اطرح الاسئلة الحاجة التالتة والمهمة جدا جدا عشان الرضا اياكم عندما اسمحوا لشريك الحياة انه يتكلم عن نفسه يتكلم عن احلام ويتكلم عن افكار ويتكلم عن السعادة وياكم وهو بيكلم شريك الحياة عن نفسه ان انتوا توقفوه او ان كنتوا تجيبوا بعض الافكار اللي في ازهانكم وتنزلوها على كلامه سيبوه يتكلم ساعات شركاء الحياة بيحلوه لما يتكلموا سيبوهم يتكلموا حتى عن نفسهم وفترة الكلام عن النفس دي كلام مقدس فسيبوهم يتكلموا عن نفسهم هيتكلموا عن أحلامهم هيتكلموا عن أفكارهم وهتلاقوا حاجات كتيرة ممكن تبصوا عليها وتاخدوا منها المنافع الحقيقة اللي بعد كده بقى والمهمة إنه هو لما يتكلم دايماً دور على المشترك بينك وبينه وابني عليه مش دور على فكرة جديدة غير فكرته ابني على فكرته يعني مثلاً هي قالت لك إحنا بنتمنى جداً جداً إن أولادنا ما يكونوش شبهنا لكن يكونوا أولادنا عندهم حرية في الكلام وحرية في التعبير قل له وانت رأيك إيه نعمل إيه تقولك إحنا محتاجين نتكلم معهم أكتر يقول لها مناسب أو الكلام ده طب إيه رأيك نتكلم معهم بشكل دوري يومي ولا أسبوعي ولنعمل جلسة وإيه الموضوعات اللي احنا ممكن نكلم عليها كده هتجد مع الوقت أنت بقى فيك جزء من شريك حياتك وشريك حياتك حس إن انت جزء في حياته ما يقدرش يستغن عنه آخر حاجة احنا ممكن نعملها دايماً لما نليقي شريك حياتنا عنده شيء ندعو له بظاهر الغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلبه عن هذا الشيء وكمان نفكر إزاي ممكن نوجد له بديل ونقدم له البديل دوت على إنه طرح ممكن يستخدمه عشان يبقى سعيد الرضا يا سادة في الحياة الزوجية كثير من كثير السعادة ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرضا ويجعلنا دايماً من أهل الرضا اللي يفتح عليهم أبواب النعيم في الأولى قبل الآخرة ويهون عليهم القضى ويتلطف عليهم في كل ما مضى والله سبحانه وتعالى يجعلنا دائماً يفتح لنا أبواب السعادة وأبواب الراحة وانشراح الصدر والسعة يا رب اجعلنا من أهل الرضا حتى نكون من أهل السعة والتيسير والسعادة يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم وبأسئلتكم المباركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والتي تعسروا اللي بنتلقى عليه على سئلتكم المباركة وهي الجسر اللي بيفضل ممدود بيننا جسر النور اللي بيخلي مجالس العلم اللي بيحضرها مولانا سبحانه وتعالى وينظر إلينا فيها بنظر لطفه وكرمه ومدده سبحانه وتعالى أول سؤال معانا من سيدة مموعاز سيدة مموعاز من الفيوم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك أفضلتي الشيخ فضل ونعمة الحمد لله أولا أنا بشكر حضرتك على موضوع الحلقة النهاردة لأنه هو موضوع مهم جدا أنا عن نفسي كزوجة وأم أنا بشوف كتير قوي قدامي حلات بيبقى الزوج بيحاول بقدر المستطاع أنه هو يرضي الزوجة وهي ما فيش حاجة بتزيئة والعكس صحيح فحضرتك أما وضحت النهاردة الرضا ووضحت له أنه فيه تلات حاجات حضرتك كده وصلت لنا المعلومة كاملة متكملة فبقى أقول لحضرتك ألف ألف شكر ومجزيك الله خيرا على موضوع الحلقة المهمة جدا 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 الله يبرك في حضرتك ويحفظك يا رب سؤال حضرتك يا أم ومعاز كمان أنا بقى فضلت الشيخ كان من حوالي 6 سنين كده حصل موقف من أهل جوزي هم أهلي برضو بس هم أهلي من ناحية الأم وأهل جوزي من ناحية الأب كنت حضرت فرح لحد من ولدهم وبعد الفرح دوت لقيت فيه كلام طلع إن أنا عملت سحر لابنهم العريض ده طيب وبعدها زوجي طبعا ما صدقش فيها لأن وفت فيها إن أنا عمري في حياتي من هلجأ لشيء حرام مهما حصل والناس دي يعني أنا والحمد لله ما عنديش قصصا يعني بنات ما فيش أي دليل ولا أي سبب يخليلي أعمل الشيء ده طيب وعدين ورغم كده لما جيت أواجههم قالوا إن ما فيش حاجة من الكلام ده حصلت ومحدش فينا قال كده بعدين بعد كده قطعوني وقالوا الحماية هي ما إحنا شاهدينها فيها عندنا أصلا ولا عايزين منعربكم فأنا انعزلت وقعدت لوحدي بقيت أسمع الكلام من بره إن أنا أزيتهم طيب السؤال السؤالك يا ممو عز إيه اتفضل السؤال حضرتك إيه عل إن أنت عزلك عن نوم ده حلال ولا لا أنا دلوقتي حضرتك بقالي ست سنين ست سنين أنا قالي وما باع يعني حتى لو حد فيهم بيحاول يتكلمني في الشارع أنا ما بكلمهوش لإن خلاص طلعت علي سمع أن أنا أزيتهم فأنا دلوقتي هم بيحاولوا يترموا علي بس لما بيقاجع دلوقتي دي وأقول لهم يعترفتوا أنه أنا ما عملتش في نخو ولا عشان ربكنا على تعلمه لأ هسألك سؤال هسألك سؤال يا أمو معايز اتفضل أنت قلبك قلبك ما حستيش أنه إزداد قسوة شوية بصراحة بصراحة أيوة أنا طيب أكمل بس كملي معي كملي معي أمو معايز بس متفضل هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وعلمنا إيه اللي يخلي القلوب تفضل لأينا لأن قسوة القلوب دي مش بتضر الإنسان نفسه مش بتضر الناس التانين بتضر الإنسان نفسه يعني تخيالي حضرتك لما تقابلي حد وتحسي وانت تروح مدورة وشك أو ما تسلميش عليه وترجعي وانت حاسة أن انت منتصرة بس حاسة في نفس الوقت أن في حاجة كده كالنور في قلبك راح منك أنا مش بيبقى حاسة أن أنا منتصرة بالعكس ده أنا بيبقى بكي أما بيشوفهم طيب نعمل إيه بقى نعمل إيه بقى الموت طيب ربنا يبارك لك فيها جهة الشعور يبقى خلاص لما تنهاري كده سيدنا الإمام بن عطال الاسكندر يقول من علامات موت القلب تركوا الحزن على فوات الموافقات لا الحمد لله أنت بتحزاني فقلبك مازال حي الحمد لله فنعمل إيه مسألة سهلة أيصر من كتير من كده الناس أنكروا ببساطة خالص الناس أنكروا أنهم ما تكلموا عنك صدقت مين اللي جئ اللي جئه ونقلك هو الذي يسبكي الناس أنكروا فكونك أنت تسيء الظن فيهم أنهم ما عملوا كده ده غلط حرام ما يجوز الشرع ولابد أن احنا نتجنب الظن فتعملي إيه أنت خلي المبادر عندك وجعل المبادر دي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة من أي من القطيعة لأن رسول الله عليه وسلم قال لا يحل المريء أن يعاكر أخاه فوق ثلاث فارفع سماعات التلفون وقول لهم ربنا يبارك لكم ويحفاظكم وإحنا خلاص عن نبتدي ندخل على الأشهر المفترجة ربنا إن شاء الله يبارك لنا وإن شاء الله ربنا يبلغكم ربنا نضوان وبلغكم النور والبركة ويجعلكم إن شاء الله في غير حال فبدري أنت بتسأليني عامل إيه بدري ولكي السواب إن شاء الله معنا أمو محمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايا حضرتك فضل ونعمة الحمد لله كل السنة وإنت طيب وحضرتك طيبة ممكن أتل حضرتك سؤال ليه أتفضلي يا فانت أول سؤال حضرتك أنا بنتي لسه متجوزة قريبة لأ أربعة شهر نعم فما بنتي جاتي تجوزة أهلي جوزي أطعوه كلهم أطعوه ليه عشان هي تجوزني القاهرة طب ليه يا جماعة لازم تتجوز من البلد فبعنا هذك هل ليه نعملنا ده احنا لسه احنا ليه يا جماعة احنا مش معقولة أنا عارف طبعا وقعنا بس بقول يا جماعة أنا الأولى نبطل الحكاية دي حاجات دي يعني زيادة قوي لازم تتجوز من البلد ليه أصلي بناد أصلي بناد البندر بيسيطروا على الأولاد ومعرفش إيه وما نقدرش نمشيهم على سلوينة كل الكلام ده لازم يتغير يا جماعة تفضلي بس يا شيخ أطعوا يعني أخواته السبيون كلهم وأخواته البناد أطعوه أطعوا جوزي وأطعوا بنتي حتى أولاد عمها ما بيتكلمهاش طيب ليه عشان هي تجوزت من الكاهرة لازم تتجوز من البلد ليه بس إحنا عملناش حاجة غلط ده جوز على سلوة الله ورسوله طيب لأ لازم تاخد حد من ودع أمها طيب يا جماعة ليه يعني ده ربنا كتب واحد خبتها على البيب هنقوله لأ طيب وعدين ده أول سؤال أطعوه بقى خلاص سلوة الرحمة فأنتي عايزاني أكلمهم عايزاني أكلمهم أو يعني أهل اللي إحنا عملناه ده صحي ولا غلط إن إحنا أطهم أطلونا أقول لأ حضرتك ده سؤال لا أولا سؤال التاني سؤال التاني حضرتك أنا ليه أخت كانت متجوزة قبل كده فاتطلقت تجوزت تاني مرة آآ انفصلت عن جوزة انت ما انفصلتش يعني ما اطلقتش آآ ومخلفة منه ولد طيب فديت حضرتك كل ما يعني كل يوم في النازل آآ طب اروحي اشتغلي لأ طب يا بنتي ارجع الجوزك خلي جوزك ارجع لك بدلا ما انت قاعد في مكان هو قاعد في مكان طيب لأ طبعا تربي البنتي والواد منين آآ كل يوم والتاني تجي عندي والديتي طيب والديتي على قد حالها طيب هل هيح لو والديتي قفلت الباب في وشها ده غلط عشان تبصي هاكلمك 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 الحالة دي نعمل فيها إيه المسألة الأولانية حضرتك سألتيني ان هما ليهم حق طبعا ما لهمش حق ولا يجوز ان الناس تتدخل ده هذا ده حضرت النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا لا يعنيهم يعني ان مين يتجوز مين دي ده شيء لا يعنيهم ويدخال الناس واحنا واحنا على فكرة احنا لازم نغير المسائل دي ادخال الفكرة فكرة ان ان كل يدخل في مسألة الجواز من آخر حد في العيلة الى أول حد في العيلة لازم يدخل في الجواز ويبقى عندنا ان رأيه ده أساسي لا هذا غير مناسب احنا بننظر في من يكافئ هذه الأسرة مش هذه العائلة هذه الأسرة لازم نفهم الكلام ده هذه الأسرة والدليل على ذلك ان في بعض الناس اللي بيطلبوا بعض الطلبات لما يكونوا مثلا الناس عندهم مستوى اجتماعي أعلى عن الأسرة دي في العيلة ويجيوا ويتدخلوا فيفسدوا الجواز على الناس فيفسدوا الجواز على الناس لأنهم في الحقيقة بيتكلموا لا لشيء إلا لأنهم معرفش لكن الأسرة مناسبة الأسرة مناسبة فلذلك لازم نفهم كده لا أنتوا معملتوش حاجة وهم مقاطعتهم دي يأثموا عليها إذا كانت المقاطعة دي مقاطعة تامة وفيها كلام فيها نوع من أنواع النيل من السمعة أو شيء من هذا قبيل كل الكلام ده لا يوجد شرعا ويتقوا الله سبحانه وتعالى هما إذا كانوا مقاطعين احنا لسه كنا متكلمين في السؤال اللي فات هما لو كانوا مقاطعين أفوق ثلاثة أيام وبلا معنى أو مع ظلم يبقى عندهم الظلم وعندهم المقاطعة والاثنين إثمين فلازم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله إنما السؤال الثاني بقى اللي هو كان بيتكلم عن مسألة أن أنت أختك دي ممتك تردها وتمنعها أنا شايف أن هي ما تعملش كده لكن تعمل إيه تتوازن لا تفتح لها الباب فهي تتحول إلى شخص اعتمادي وفي نفس الوقت لا تردها هي بقت كبيرة وناضجة فأمك تعلمها مهارة بأن هي تحل مشاكلها لكن أنا لا أقبل أن الأم ترد بنتها خالص أن ده فيها خطر دي مطلقة يعني إذا ما وجدتش حد يسندها ممكن المسألة تبقى خطر فعشان كده أنا شايف التوازن والدتك لازم تستدعي ولازم تعرف إزاي تقدر توازن ما بين الاثنين بحيث أن أختك ما تعتمدش عليها اعتماد كلي وفي نفس الوقت ما تردهاش وتطردها وأنا شايف اسمحيلي أن حضرتك تسيبي ممتك وأختك يتعاملوا مع بعض ملكيش دخلي بيهم لأن المسألة دي ممكن للأسف أن أنت عايزها تبقى حياتها على التصور للي أنت عايزها وقد يكون دوت مش مناسب بيها خلي ممتك بس تتعامل معها بتوازن لإني حضرة النبي أمرنا أن نسدد وأن نقارب فولدتك تسدد وتقارب معها معنا الأستاذة نجلاء تتفضل؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيدت الشيخ أنا في بيت أهلي يعني مجدوة زالية سبع سنين طيب ومخلفة ولدين طبعا أنا أزالت كتير وطلعت وكنت بسامحة وبعاود تاني لا أنت حضرة قلت أن أنت وأهلي بضو كان يقفوا معيش أستاذة نجلاء أستاذة نجلاء أنت بتقول أن أنت في بيت أهلك دلوقتي وأنت متجوز من سبع سنين أيوة يعني أنت دلوقتي غضبانا في بيت أهلك أنا غضبت كتير أيوة طيب اتفضلي كميل ومغضب كتير لأنه هو طبعا بيشرب بيطاعة المخدرات بيضرب فيها ويعملون معاملة مش كويسة وأمه بيضربوا فيها على طول وإهانة وشتيمة وحاجة يعني وحشة بيش المخدرات دا بيش المخدرات على طول ولا بيش المخدرات بيش المخدرات على طول آه حشيشه طيب وبعدين طبعا أنا جايب أولادين منه وطبعا معاملة بتبقى أسوأ بس والدتي والدتي مش وقفة معاي عاوزيني أروح عشان التواصل المعاملة أسوأ يعني فيه مشكلة في الصرف على البيت وفيه مشكلة في حنية على الأولاد وطبعا أنت قلتيني إنه هو فيه ضرب وفيه أزى وكده ففيه مشكلة في التعامل معك ويهانة وشتيمة وشغال ولا مش شغال هو شغال ولا مش شغال أولا ده جايب توك توك كده يعني جيحوا بالعافية بدروا قاهدوا بدروا يقولوله جيب توك توك اشتغل عليه وخلاص عشان أولادك طيب طبعا أنت بتسأليني أنت عملي إيه مش كده أيها قالولي روحي بلغطي وأنا مش عارف أعمل حاجة أهلي قالولي ساعدكم جيب حاجة بس أنا قاعد أليه خمس شهورة هو قوله أكتر مش عارف أشوف أولادي ولا عارف أجيب حاجة لا عارف أخلص نفسي منه ولا عارف أعمل أي حاجة طب هو أخذ ليه أولادك معاك مش معاك لا مش معايا مش عارف أشوفهم كمان أبوه وسته وشدي ليه ليه أولادك عندهم كم سنة ولد عنده ست سنين والتاني أربع يا نهرى بيض هم صغارين هم سايباهم إزاي دول ده فأكتر 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 فترة من حياتهم محتاجينك هم ده من فالفترة دي تاني أكتر فترة في حياتهم محتاجينك يعني فترة الرضاعة وفترة التنشئة محتاجين للأم إزاي تسبيهم طبعا أم محتاجيني طيب أنا مش عارف أشوفهم حتى ولا عارف أعمل أي حاجة هجاوب عليك يا أستاذ النجلاء أستاذ النجلاء ببساطة خيضة وبسهولة كده خالص إحنا محتاجين وقفة حازمة لأن الزوج المدمن لا يتقدم بلا يتأخر وكل ما ده بيسوق أي شخص بيتعضى مخدراته وهو حد يتقلو أو يسد أو يروج أن الحشيش والبانجو دي أنا آسف يعني أن أنا بقول الأسماء أن الحياة دي مفهاش إدمان لا دي أم الإدمان فالكلام ده هو كلام كذب فما حد يش يكذب على نفسه ويقول أنها هي مش إدمان لا إدمان أمال أنت ما بتمتنعش عنها ليه أنت بتقول أنها ده شيء مضر وأنا عارف أنها شيء وحش ومعرفش إيه أمال ما بتمتنعش عنه ليه بدل خلاص هي سيطر عليك الأمر ده فده إدمان أنت واقع تحت سيطرة أنا طبعا إحنا زي ما عملنا في حلقات الإدمان إحنا طبعا بنقول أن ده اللي وقع تحت تأثير المخدر فالمخدر أقوى منك كده فأنت إزاي بتدعي أن أنت بتعمل ده وأنت فاكر يعني لما تاخد قرار أن أنت تبعد زوجتك عن البيت أنت كده بتحسس نفسك أن أنت مسيطر لا أنت مش تحت السيطرة أنت فقد الإرادة لو فقد الإرادة كنت تمتنع عن المخدرات وتحاجي على بيتك اللي أنت بتعمله ده تضييع وده ظلم واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك أنا بقول لك إيه يا أستاذ النجلاء رأيي أن أنت تعمل ده ثلاث خطوات الخطوة الأولى لازم وقفة حازمة في هذه المسألة هواقفة حازمة يعني إيه نجيب ناس ونقعد ونتكلم في إجراءات حقيقية بكل موقف لأن إحنا محتاجين ثلاث خطوات فإحنا لازم نستوعب الثلاث خطوات قبل أي إجراء قضائي يبقى لازم وقفة حازمة الآن من الكبار والتدخل بشكل واضح ودون مواربة ونقول الحاجات الحقيقية عشان الناس تعرف حجم المشكلة دي أول حاجة الحاجة التانية إيه وقت خلي حياتك وقفة على هذا الرجل يعني إيه أنا مش بتكلم على أي شيء لكن أنت لازم تبحثي عن شيء إضافي في حياتك عشان تقدري تكملي حياتك لأن واضح إن هو مش بس عنده ظل لكن عنده كمان أهل يساعدوه على هذا الظلم واحدة أولادها عندهم ست سنين وأربع سنين ولا ست سنين ولا ثمان سن وأولادها بيدعى أنها أنتوا بتعملوا كده أنتوا إزاي طيقين أنتوا تعملوا كده في أطفال صغار أطفال دول هيتربوا إزاي هيتراعوا إزاي أكيد بيقهروا وبيزلوا وبيحسوا بالوجع اللي فيه وذلك هم لازم لفهم إن إحنا لازم حياتنا يبقى فيها شيء إضافي يعني كما أقول لو إنك أنت ما بتشتغليش وقدرة تعملي اشتغلي لو مش قادرة لو عايزة تكمل تعنيمك لكن حياتك ما تقفش ليه؟ لأن أنت كل ما يزداد وعيك وكل ما يزداد حياتك صلابة هتقدري تخرجي من هذا المأزق وده شيء مهم جدا جدا أمر الثاني أنت لازم تدعف كل ركع من ركعات صلاتك إن ربنا يزيل عنك دي لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم إن شاء الله ربنا يبارك لك ويخرجك مما أنت فيه أستاذة نجلاء أستاذة رحاب تتفضل السلام عليكم ازيك يا دكتور عام نعم وفضل الحمد لله أنا عندي سؤال دلوقتي أخيها كان خاطب وسبعة رسطي أنا ما اتفقوش مع بعض بخطابها أربع شهر وسببها تمام فدلوقتي إحنا كنا جايبين لها شبكة وكده وملابس وحاجات من دي طيب دلوقتي هم مش ربين يرجعوننا الشبكة فبنقول لهم نخدوا مثلا الملابس أم قالت لها الملابس أنا عاديها للعروسة حاجة من بنت الأمة طيب أنت بتسألي بقى علم من حقنا الشبكة ولا لا طيب فإحنا بنقول الشبكة مثلا من حق نوكيدة عشان إحنا ناس على قد نوكيدة فالناس بقولونا لأ ماش من حقك وابو العروسة مش رضي يرجع فإحنا نعمل إيه ده حرام يعني إن إحنا لو إن إحنا نطلبهم بولها أقول لحضرتك ده إحنا نديني الشبكة دي على إن الشبكة دي بدايات الجواز وإن الشبكة دي جزء من المهر وجزء من كده وإن الشبكة دي كانت دهب ده هيتكتب هناك في الأمة اللي هي بيسجل فيها مؤخر الصداء والحاجات دي يبقى الشبكة على كده جزء من المهر وإذا ما تمش الزواج الشبكة دي ترجع ترجع لمين ترجع لصاحب للخطيب الشخص اللي كان خاطب ده ترجع له الشبكة دي ليه؟ ترجع للخاطب أنا أسف ترجع للخاطب ليه الشبكة؟ ترجع للخاطب لإنه ما تمش الجواز لإن الشبكة دي كانت تدخل كجزء من المهر والجواز ما تمش ولإن الخطبة ما هي إلا نوع من أنواع الوعد بالزواج والوعد ده ما تمش وما تمش الزواج يبقى هو مستحق لهذه الشبكة يبقى هو مستحق لهذه الشبكة يبقى نرجع له شبكته وحاجة لطيفة إن احنا الهدايا الأخرى زي اللبس وزي الهدايا الأخرى العينية إن احنا نتركها بحيث إن الناس ينجبر خطرهم لكن الشبكة ترجع آه الشبكة ترجع لإني الشبكة خلاص استقرت الفاتوة على إن هي جزء من المهر يبقى إذن اللي حاصل يبقى نرد الشبكة للخاطب بما أني الجواز ما تمش يبقى الشبكة من حقه يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن الرضا والرضا ما يتمش غير ما الواحد فينا يتدرب على إنه يرى يشوف محاسن شريك حياته الزوجة تشوف محاسن زوجها والزوجة تشوف محاسن زوجها كمان والزوج يشوف محاسن زوجته إذا ده ما تمش مش هنقدر نكون راضين والرضا ده ده مش حاجة من قبيل الطرف الرضا ده عمود البيت الرضا ده طائرة اللي بيخلينا النازل بالتوافق ولازم نغض الطرف عن بق عن المساوئ ونتغاضة لأن التغاضي ده هي شيمة الكبار وشيمة النطجين والحاجة الأخيرة لازم نستثمر المحاسن اللي في شريك الحياة ما بقاش أنا شايف فيه حاجة حلوة واسبها لغاية ما تدبل وتنتهي وعلى فكرة شركاء الحياة بيحسبوا بعض على إنه هو سابه عشان ينطفي الرضا بالطريقة اللي احنا بنقولها دي اللي هو رؤية محاسن شريك الحياة وغض الطرف عن مساويه وكمان استثمار محاسنه استثمار محاسنه هي اللي هتزيح المساوي دي ساعتها ما فيش شريك حياة يتطفي عن افضل منورين بنور مدد ربنا اللي ينازل على بيوتنا ومدده اللي بيخلينا نعيش مع بعض كل واحد فينا حاسس إنه هو نعمة ربنا لي وكل واحد فينا ينادي على التاني يا نعمة ربنا علي اللي انت خل جهارك من خزائن رحمته وخزائن عطاءه وخزائن كرمه فارب ديم علينا شركاء حياتنا نعمة وفضل ومدد من عندك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أمدنا بالرضا على الدوام واجعل بيوتنا قبلة للسعادة يا أرحم الراحمين يا جميل يا أكرم الأكرمين